الدارس أحد عشر اسم الدارس وعاد الزوج اكفهر وجه السماء فجأة وطفقت الرياح طولول قوية أسرعت العم إلى النافذة تحكم غلق المتاريس اندس الهادي في فراشه الدافئ يتم قراءة ما بقي له من رحلة السندباد وسرعان ما أغمض عينيه نظرت إلى وجهه الملائكي فأحست بهدوء يغمر قلبها ثم حملقت في الساعة الحائطية أمامها فتملكتها رهبة عنيفة كان زفير العاصفة يخترق الخشب والإسمنت في حدة ويصل إلى أذنيها قرقعة هائلة فتحس برأسها ينشطر طال الانتظار وهدتها الهواجس فاستلقت بجانب ولدها تحاول أن تنام وفجأة انقطع التيار الكهربائي عندئذن نهضت وأخذت شمعتين من خزانة قريبة أشعلت واحدة واحتفظت بالأخرى لوقت الحاجة فسطع ضوءها وأنار أركان البيت اطمأنها بالها قليلاً وأسرعت إلى عشاء زوجها تتفقده وتتلمس الإناء لا يزال عشاءه ساخناً كما وضعته لو أقبل الآن لالتهمه بشهية لا شك أنه جائع حينها سمعت طرقاً على الباب الساعة تشير إلى الثالثة ولزوجها مفتاحه الخاص فمن يطرق الباب في ساعة متأخرة كهذه اقتربت من الباب بخطى واهنة وسألت من الطارق؟ من بالباب؟ عائشة جاراتك جئت أسألك هل عاد زوجك؟ قالت لها إنه لم يعد بعد وأنا أترقبه قلقة وزوجك؟ ما زلت في انتظاره أحست بنوع من الاطمئنان وأسرعت إلى فراشها وأسدلت على جسمها الغطاء بدت لها أمواج البحر كالجمال الهائجة تزبد وتزمجر وبدت المراكب أمامها أشلاء ممزقة تقذف بها الرياح العاتية في كل الاتجاهات وتخيلت زوجها يصارع الموج في تحدي وعناد يطفو مرة ويغوص أخرى تصورته يزعق بأعلى صوته قائلاً لها لا تخافي أنا أقوى من البحر وأشد صلابة من الريح الهوجاء فأحست بالسكينة تغمر قلبها وفتحت عينيها فرأى الضوء الشمس يتسلل إلى وجهها وسمعت ابنها يصيح بأعلى صوته أمي تعالي أسرعي الأسماك التي أتى بها أبي لا تزال حية ما رأيك لو وضعناها في الماء ثانية؟ أتتركيني أفعال؟ أكتشف واحد تأخر الزوج عن العودة إلى المنزل أبين السبب مدعماً ذلك بقرائنا من النص تأخر الزوج بسبب طبيعة عمله لكونه بحار صياد وانشغاله به بدت لها أمواج البحر كالجمال الهائجة تزبد وتزمجر وبدت المراكب أمامها أشلاء ممزقة تقذف بها الرياح العاتية في كل الاتجاهات وتخيلت زوجها يصارع الموج في تحدي وعناد يطفو مرة ويغوص أخرى وسمعت ابنها يصيح بأعلى صوته أمي تعالي أسرعي الأسماك التي أتى بها أبي لا تزال حية ما رأيك لو وضعناها في الماء ثانية؟ أتتركيني أفعال؟ اثنان أشرح ألف أعود المفردة المسطرة معتمداً السياق الذي وردت فيه تحس برأسها ينشطر ينشطر أن ينقسم إذن وبالحفاظ على المعنى الأول تصبح الجملة تحس برأسها ينقسم اقتربت من الباب بخطى واهنة واهنة أي بطيئة بالتالي الجملة تصبح كالآتي اقتربت من الباب بخطى بطيئة وإيدة باء أبحث في المعجم عن معنى هواجس بالرجوع إلى هاجس هواجس جمع لهاجس وهو ما يخطر من أفكار أو صور ببال الإنسان نتيجة قلق أو حيرة أو هم أو تخوف من شيء ما أعمق فهمي ثلاثة أصف حالة الزوجة قبل مجيء الجارة وبعده وأستدل على ذلك بشواهد من النص حالة الزوجة قبل مجيء الجارة حالة هلع وقلق القرائن الضلت على ذلك ثم حملقت في الساعة الحائطية أمامها فتملكتها رهبة عنيفة طال الانتظار وهدتها الهواجس حالة الزوجة بعد مجيء الجارة حالة من الاطمئنان النسبي القرائن الدلت على ذلك أحست بنوع من الاطمئنان وأسرعت إلى فراشها وأزدلت على جسمها الغطاء تصورته يزعق بأعلى صوته قائلا لها لا تخافي أنا أقوى من البحر وأشد صلابة من الريح الهوجاء فأحست بالسكينة تغمر قلبها أربعة عاد الزوج من البحر سالما أقرأ شواهد من النص تدل على ذلك الدلالة التي تبين لنا عودة الزوج من البحر سالما هي الآتية وفتحت عينيها فرأى الضوء الشمس يتسلل إلى وجهها وسمعت ابنها يصيح بأعلى صوته أمي تعالي أسرعي الأسماك التي أتى بها أبي لا تزال حية ما رأيك لو وضعناها في الماء ثانية أتتركيني أفعال؟ أحلل سبعة أستخرج الأعمال التي قامت بها الزوجة قبل أن تستسلم للنوم كما وردت في النص الأعمال التي قامت بها الزوجة قبل أن تستسلم للنوم أسرعت إلى النافذة وأحكمت غلق المتاريس أشعلت شمعة لتنير بها الغرفة تفقدت عشاء زوجها اقتربت من الباب وسألت من الطارق تبادلت الحديث مع جارتها ثمانية أربط بين هذه الأعمال لأكون نصا وبينما كانت الأم تراقب بصمت عودة زوجها حتى هبت عصفة هوجاء فأطبقت الشبابيكة والأبواب وأحكمت غلق المتاريس ثم أشعلت شمعة لتنير بها الغرفة وذهبت تتفقد عشاء زوجها الذي طال انتظاره فجأة دق الجرس فاقتربت من الباب في حركة متباطئة وفتحت الباب فإذا جارتها أتت لتطمئن هي الثانية على زوجها حينها هدأت واطمئن قلبها واستغرقت في نوم عميق أبدي رأيي تسعة أختار من النص مقطعا سرديا أو وصفيا أقرأه ثم أعلل الاختيار اخترت هذا المقطع السردي الغني بالوصف بدت لها أمواج البحر كالجمال الهائجة تزبد وتزمجر وبدت المراكب أمامها أشلاء ممزقة تقذف بها الرياح العاتية في كل الاتجاهات وتخيلت زوجها يصارع الموج في تحدي وعناد يدفو مرة ويغوص أخرى تصورته يزعق بأعلى صوته قائلا لها لا تخافي أنا أقوى من البحر وأشد صلابة من الريح الهوجاء فأحست بالسكينة تغمر قلبها وفتحت عينيها فرأى الضوء الشمس يتسلل إلى وجهها